اشتركوا في القناة 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 الى الالتزام بالخلق الفاضل وقرروا وآمنوا ان الالتزام بالاخلاق قيام للامم والاخلال بالاخلاق خراب للامم وعبر الشعراء والحكماء والمسؤولون والزعماء عن ذلك بصياغ مختلفة وبطرق متعددة ونبعنهم الشاعر احمد شوق رحمه الله الذي خص هذا الموضوع باهمية كبيرة فقال من ذبن ما قال وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا فقرر رحمه الله ان بقاء الامة باخلاقها وعندما تذهبوا الاخلاق تذهبوا الامة وقال ايضا واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلة يعني اذا رزئ الناس في الاخلاق فعز فيهم فانهم قد ماتوا وانتهوا النقطة التانية كيف كانت الاخلاق في العادي النبوي تعرفون رحمكم الله انه قبل البعتة النبوية الشريفة كان العرب في طغيانهم يعمهون كانوا في ضلال مبين عقديا واخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا الى اخره كانت الامة العربية متردية بكل ما في الكلمة من معنى فعبدت الاصنام وأكلت الربا واحتقر القوي الضعيف وضيعت حقوق المظلوم فلم يكن يرعى هناك حق يذكر اللهم اللهم إلا ما كان من أخلاق تم الحفاظ عليها رغم ذلك واعتزى العرب بها أيًا كانت حالتهم ومن ضمنها على سبيل المثال للحصر الكرم والشجاعة والوفاء وغيرها من الأخلاق النقطة الثالثة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تناول هذا الموضوع على مستويين المستوى الأول أن الأخلاق عموما في دين الله الإسلام ذات مكانة بارزة وفي محطة رفيعة وإن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة دعا إليها ومن جهة تانية التزم بها فإذا بدأنا بالشق الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأخلاق في دعواته بكلمات طيبات مباركات أشير بإيجاز إلى بعضها وقبل ذلك فقد تمت الإشادة بالأخلاق في القرآن الكريم كما هو واضح ومعلوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبعي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الشهد عندنا وخالق الناس بخلق حسن وقال أيضا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويألفون وإذا أخذنا الشيخ الثاني نجد أنه عليه الصلاة والسلام التزم في حياته سواء قبل الإسلام أو بعده بأمهات الفضائل وصدق الله العظيم حين وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فهو عليه الصلاة والسلام تربع على عرش الأخلاق والتزم بأمهاتها من حلم ووفاء وجود وصدق وصبر ورحمة إلى غير ذلك من أمهات الفضائل يقول المرحومة أحمد شوقي في همزيته المشهورة يلمح إلى ذلك زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا ألقينا نظرة وجيزة على رحمة عليه الصلاة والسلام كمثال وكرأس لهذه الأخلاق الطيبة المباركة الكريمة فيسهل علينا أن نؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرحمة بداتها هو رحمة مخلوقة رحمة منزلة وقد وصفه ربه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالم فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المطلقة في رحمته بالخلائق سواء كانوا ناسا أو بهائم رحمته بالمرأة رحمته بالأبوين رحمته بالزوجات رحمته بكل شيء على وجه الأرض وعلى رأس ذلك كله رحمته عليه الصلاة والسلام بالأمة فقد ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام تلا دات يوم قول الله تعالى في إبراهيم عليه الصلاة رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وتلا كذلك خوله تعالى في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفلهم فإنك أنت العزيز الحكيم فبكى عليه الصلاة والسلام ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم أمتي أمتي فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام فقال له إذهب إلى محمد وانظر ما الذي يسوء فلما رجع جبريل فأخبار رب العزة جل وعلاه والأعلم بذلك بما أحزن وصار هما لدى النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مرة أخرى فقال له اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وذلك قوله تعالى في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فطرد معشر الإخوة والأخوات الكلام في هذا المجال طويل وعريض وسيتناوله العلماء والخطباء والصالحون والمصلحون في هذه المناسبة الطيبة المباركة الكريمة وهدفنا أن نتشرب من أخلاق هذا النبي الكريم ولا ننكر أننا فرتنا وقصرنا ولكننا نتمنى أن يكون الغد أحسن من اليوم وختاما أختم بقول شوقي صلى عليك الله ما صحب الدجاح وحنت بالفلا وجناء والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين